بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سيدة الجليس عندنا إما جليس يريحنا ويسعدنا وإما جليس يوجعنا ويقلبنا ويعزبنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وإحنا بنفرز من نجالس إن احنا نجالس الجليس اللي بيخرج أحسن ما فينا يخلينا منورين ومتقلقين ويخلينا كمان سعداء ومرتحين لكن في جليس على فكرة ممكن التعامل معاه بطريقة معينة وبطريقة غير رشيدة تخليه جليس سوء والتعامل معاه بطريقة متزنة تخليه جليس من الذين يخرجون أحسن ما فينا وأجمل ما فينا اللي هو جليس الحسن والجمال الجليس اللي نتكلم عنه النهاردة لو في دنا ننهس وراه ونختلق المواقف عشان نحققه لنفسنا فنحقق لنفسنا صيت مكذوب فدوة والعزب الله من أكبر المهلكات لأن جليس السمعة اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ما ينفعش إن أنا أحصله بالكذب والادعاء لأن الجليس ده بيتم تشويهه في حق الناس لما بحصل به بالتعدي على أعراض الناس فأنا لازم جليس النهاردة ده اللي هو السمعة لازم واحنا بنتكلم عنه لازم نقرأه في ظل كرامة الإنسان الجليس ده اللي هو جليس السمعة لازم لما نشوفه ونشوفه في ظل ولقد كرمنا بني آدم فهو جليس معبر عن كرامة بني آدم محدش من حقه إنه هو يتعدى عليه أقول لكم حاجة ولا أنا كمان من حقي إن أنا أتعدى على سمعتي إزاي أتعدى على سمعتي إن أنا أرسم صورة كاذبة لنفسي فحفظ كرامتي لنفسي بيبدأ لما أنا أحافظ على كرامتي بيني وبالنفسي إن أنا أعمل إيه إن أنا ما تسولش نظرات الناس ليا وأدمن نظرهم لسورتي وأدمن سماع المديح والسناء وأنفق بده من أخلاقي وقيمي فإن اللي حاصل؟ فأطعط الكذب زي ما أطعط المخدرات بالزبط في ناس كتير عشان سمعتهم تبقى زي ما هم عايزين يدمنوا الكذب يدمنوا لإيه؟ الكذب وهنا بنتذكر حديث رسول الله صلى الله سلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وحديث رسول الله صلى الله إن الرجل لا يكذب حتى يكتبا ويتحرى الكذب حتى يكتبا عند الله كذاب بشوف الناس دول اللي هم بيعملوا لسمع عن نفسهم إن هو شخص ليا علاقات فلانية إنه يقدر يعمل حاجات علانية إنه يقدر يخترق بعض الحواجز اللي بتبقى صعب على الناس عشان ينشي لنفسه سمعة مش موجودة وفي الحقيقة الإنسان مش محتاج للكتب ده عشان يحقق أي منفع في حياته ولا يحقق سمعة الإنسان محتاج يكون صادق عشان يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه اللي هو غرآن فيها وهو مش محتاج في الحقيقة إنه يجمل صورته بالكد لأنه لو جمل صورته بالكد يبقى يخرج أشياء سيئة لأن الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة ركبه وخلقه ووضع حياته وعشان كده لازم نبقى واضحين إن سمعتنا مش هنحافظ عليها بشيء يغير واقعنا لكن سمعتنا لا ينفع بيها إن أنت تكذب ولا إنك تتجمل تتجمل عندي التجمل الحقيقي هو أن تخرج أجمل ما فيك وعندي خمس حاجات قبل كده اتكلمنا عنه بيساعدوا الإنسان عشان يخرج أجمل ما فيه ويزيح أسوأ ما فيه إن الحسنات يزيبنا السيئات خمس حاجات خمسة جيم خمسة جيم الجيم الأولانية الجدوى الجدوى لما تيجي تعمل أي حاجة ما تعملش حاجة غير وليها جدوى أهمية وليها ثمرة وليها غاية وليها هدف إذا تعودت تعمل الحاجة وهي ليها غاية وليها هدف يبقى أنت في حالة مرضية مش هتكون في ورطة حاجة تانية ما تعملش حاجة غير وانت جاد فيها الجدية يبقى أول حاجة كانت الجدوى تاني حاجة الجدية لازم لما تيجي تعمل حاجة عملها بجدية ما تعملهاش وانت متهاون ولا أنت كسول ولا أنت وفي حالة نوع من أنواع فقد الهمة لكن أعملها بجدية الحاجة الثالثة ما تعملش حاجة إلا بجدارة تكون عندك جدارة يعني إيه جدارة؟ يعني أنت عندك مهارة وقدرة أن أنت تعملها لأن قيمة المرء بما يحسنه قيمة المرء بما إيه؟ بما يحسنه رابع حاجة ما تعملش حاجة إلا وهي بجودة هي بقى جودة فأي عمل الواحد بيعمله لازم يكون فيه جودة والجودة دي اللي ممكن نلاقيها في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا يوما تعملش حاجة غيره فيها جودة ليه طيب؟ لأن الجودة دي هي اللي بتخليك تعرف حقاق الأشياء دايماً أقول للناس متى رأيت مضامين الأشياء يعني الأشياء اللي فيه داخل أي حاجة اللي بتضمنها البقاء أنت كده عارف إيه اللي بتحمله هذه الأشياء لتضمن بقاءها آخر حاجة الجمال إن الحاجة اللي بتعملها لازم يكون فيها جمال لأن إن الله كتب الإحسان على كل شيء يبقى الخمسة جيم دول أول حاجة الجدوة تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجدارة رابع حاجة الجودة خامس حاجة الجمال الخمسة دول خمس معايير دول والخمس حالات دي أنت لو عملتهم هيخرجوا أحسن ما فيك وساعتها مش هتحتاج للكتب عشان تعمل سمعة لأن ساعتها هتكون إنسان صادق وكرمتك مصونة وحفظ الكرامة للآخرين فده فرض على كل واحد فينا لازم أحفظ كرامة غيري يعني مش أنا أحفظ كرامتي أنا بس لا أحفظ كرامة غيري فسمعت الناس وكرمت الناس والحفاظ على عرضهم جزء من الحفاظ على كرامتي فكرمتهم مصونة لأن الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَضَتْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول في إعلان واضح لكل الناس كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه يعني سمعته مصانة محدش ينتهك سمعت حد ولا يتعد عليها مهما كان وذلك الشريعة كان من أهم من مقاصدها الخمسة مقصد حفظ العرض والكرامة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه وادي أو من سلم الناس من لسانه وادي لكن في الأيام الأخيرة ما جدبش عليكم هو إيه اللي خلاني اخترت الجليس ده أن في الأيام الأخيرة حصل أن الناس زاد عندهم كده الجرأة على الفجور والجرأة على الاستهانة بأعراض الناس ويبقوا يستخدموا البهتان زي ما بيستخدموا مياء الشرب فبقى التعدي على الأعراض ياخد أشكال مختلفة وتشويه السمع بيمارس كأنه نوع من أنواع التسليه وعشان كده بنشوف ده في ساحات الإساءة للناس والإضرار بسمعاتهم على السوشيال ميديا سواء بالتراشق بالألفاظ أو اتهام الناس والحكم على نواياهم أقول لكم حاجة من أكتر الحاجات اللي أنا شفتها أن بقينا نشوف بعض الأشخاص في حياتنا وإحنا عارفين أنه سينال من سمعة بعض الناس وبقى ده شيء عادي عندنا شيء ما يحتاجش أن كلنا نحاول بقدر الإمكان أن احنا نمنع هذا السلوك وهذه الصهرة شديدة السوق وكأن السوشيال ميديا خلاص بقت ساحة للاغتيال المعنوي ما بين الشخصين أو ما بين الفرقتين يعني أنا ساعد ما بقاش حابب أن أنا أقول الأمثلة بس هو يرضي ربنا أن الناس عشان لعبة معينة يخودوا في صمعة بعضه وفي أعراض بعض بهذه الصورة اللي ما ترضيش ربنا وفين الحكمة وفين العقل فين الخوف من الله إيه اللي يخلينا إحنا نقبل أن إحنا نبقى مشاهدين لده ويمكن مشاهداتنا دي هي نوع من أنواع المشاركة في هذا الاغتيال المعنوي لبعض الناس من غير ما ندور على إيه الدور الحقيقي لدرجة أن بعضنا يساهم في نشر ده وفي تأجيجه وينسوا أن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةً طب ويَا إِلَّا يَصَلْ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نادمين في الدنيا قبل الآخرة أقول لكم بشكل من أشكال الندم اللي بنندمه في الدنيا قبل الآخرة مين بيثق في مين دلوقتي ما كل تم الخوض في صمعته ودم الخوض فيه كمان في عرضه فمين اللي هيثق فيه أنا مش بقول الكل المبالغة لكن لما في ناس دائرتهم هي دي فالناس الدائرة دي كلهم اتكلموا ببعض طب وبعدين عايشي إزاي الإنسان ده فإحنا خلينا فرصة واحد أنه يعيش حياة مستقرة أقل حاجة أنه بيحس أن حياته كلها مليئة بالأكاذيب ففي ناس بتظن اللي زود البلاء ده إن في ناس بتظن إن الكلمة دي حاجة هينا يعني وإن اللي حاصل وهذا الكلام كلام مش حقيقي لإن الكلمة إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة الكلمة وشوف تجد أحاديث كتيرة الحضرة النبي يتكلم باللفز الجمع لكن إيه اللي حاصل؟ يجي هنا إيه اللي حاصل؟ لا نتكلم هنا على الكلمة الوحدة بس إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفة ده إيه اللي حاصل؟ من سخط الله في زيادة محفوظة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفة لأن العرض المصان المصانبي الذي الله سبحانه وتعالى الذي جعله مصاناً انت خط فيه وعشان كده لازم نكون فاهمين والآيات كتيرة والأحاديث كتيرة في منع الناس من الخوض في أعراض الناس فلزاك إيه اللي حاصل؟ السمع مصانة عدم صيانة السمع هيؤدي إلى فساد الحياة ولذلك إيه اللي حاصل؟ لابد إن إحنا ننتبه نعم لابد إن إحنا ننتبه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس نشوف إحنا شوفنا دلوقتي المصيبة في الدنيا تعالوا نشوف المصيبة في الآخرة في الخوض في السمع الناس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما أورج به عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراق قال لما أورج به مرضت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء؟ يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ آه في ناس بتأكل لحوم الناس ميتة وعشان كده من أخضر المهلكات اللي ممكن يسببها تشويه السمع هو أن يحصل تيئيس للناس اللي حصل لهم خطأ ويتم التشيير بيهم في ساحات التواصل الاجتماعي واحد عمل معصية بتشهروا بيه ليه؟ الناس تشهر بيه ليه؟ لغاية ما يوصل إلى درجة اليأس بعضهم على فكرة مش بيوصل لدرجة اليأس بس ده بيحس خلاص أن حصل له الوصمة فلما يحصل له الوصمة يحس أن حياته ما لقاش لازمة فتتدمر حياته فبعضهم قد يصل إلى حد الانتحار وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال لنا نكون عونا للشيطان على أخينا طب بنعمل كده ليه؟ عشان إحنا فاكرين إن إحنا لما ننفع سمع الناس إحنا بنحافظ على سمعتنا أو إن سمعتنا أو إن يطلع عننا سمعة إن إحنا بنكره الأشياء الزميمة اللي بيكره الأشياء الزميمة يسترها مش ينشرها أنا دايما عندي علاقة أنا دايما عندي معيار لاتزان الناس لما حد يرى شيئاً زميماً لو كان متزناً لستره ولو كان غير متزن نشره في ناس بتقعد وبتعتقد إن هي لو أزهرت عيوب الناس بالشكل ده فيا كده بتزهر الناس على حقيقته وخل الناس يعرفوا الحقيقة ويطلع بعد كده إيه اللي حاصل عشان الناس هو طبعاً عايز يحصن الناس من أن يتنخدع في الناس ويطلع بعد ذلك لوقت نظره والحقيقة كانت خلاف ذلك بس ما ينشرهاش بس يكون ده خلاص ضاع لكن الشخص ده لو كان صادق كان أخذ بأسباب الصلاح والنصح مش الفضيحة والتشهير في ناس من كتر تشبعهم بالفردانية بيعيشوا دايماً بمبدأ أنا عشان أكسب وأتميز لازم اللي قدام يخسر فيضر بصمعة الناس كوسيلة من وسائل التنافس سواء بقى على مستوى المؤسسات على مستوى الأشخاص على مستوى البيزنس على مستوى الأسر على أي مستوى عليك أن أنت تنال من سرعته عشان تسيطر عليه وتكسره أو تكسبه والعياذ بالله وفي ناس ممكن تدروا بصمعة ناس انتقاماً منها لأنها تعرضت للرفض منهم مسا وكل ده فساد عريض ونوع من أنواع سوء الأخلاق اللي ممكن يوصل صاحبه إلى الكبائر بل هو من الكبائر وكل ده بيبين إن احنا عشنا وتربينا على نفسية الصراع اللي ولدت فينا في كتير من الأحيين نفسية الانتقام ولدت نفسنا نفسية الهروب اللي بتخلينا نكتب لكن لازم نرجع تاني ونبص في أحوالنا ونتربى على إن الأصل في الحياة الطبيعية الإنسانية إن احنا نعيش في سلام مش إن احنا نتصارع أنت عارفين إيه مقابل إشارة السمعة بالطريقة الكاذبة هو أن أرضى بما يضع الله سبحانه وتعالى من قبول في قلوب الناس إيه اللي حاصل؟ الله يدافع عن الذين أمنوا سمعتك محفوظة بالمناسبة السمعة ده جزء من الرزق اللي ربنا بيرزقك إياه فما حدش هيقدر يمنعك رزقك فلازم تنتبه وعشان كده في حكمة بتقول إن هدم ناطحة سحاب لن يزيد في بيتك ولو بمقدار لبنة واحدة لما تهدم حياة الناس ولا تهدم حياتهم وإن أنت تصعد على جماجب بعض الناس وعلى قلوبهم وإن سلم نجاحك وسلم ترقيق مليان بالدماء وبالأوجاع وبالآلام وبالجراح أنت كده مش بتوصل لحد اللي ممكن أنت توصل به إلى مرادك وخاصة لو ربنا سبحانه وتعالى بتلاك بإن حد يتأذى بشدة من اللي أنت بتفعله ده فيحصل له مصيبة ولا قدر الله كل ده لإن إحنا مش قادرين كل واحد فينا يعيش بالمعنى الحقيقي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إزاي أن الواحد يكسب نفسه عشان يبقى في مكان عشان يبقى لي مكانة في ساحة السعادة عشان يبقى في مكان للروحة البال عشان يبقى في مكان للصدر الواسع ولذلك حضرة النبي يقول لنا ويعلمنا فمن اقتطعت له حق أخي فقد اقتطعت له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها طبعا حضرة النبي مش بيخياره التخيير دوات بمعنى التحذير وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن دي قطعة من النار مش في الآخرة بس ده في كمان في الدنيا أن أنت تكون بتحرق نفسك بالأشياء اللي فيك وانت شايف نفسك بترتقي يا فرحتي أن أنت تبقى في القمة لوحدك بس تحس كأنك إنسان منبوذ آه أنت في القمة بس أنت في القمة إيه؟ مرمي أنت في القمة لأن الحقيقة يعني أنت اللي اخترت أن أنت عشان تبقى في القمة تأذي وتوجع وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تنال من أعراض الناس نعمل إيه؟ عشان نخرج من ده عندي أربع إجراءات الإجراء الأولاني إجراء سهل وفي نفس الوقت صعب إيه الإجراء السهل ده؟ تتوقف عن إطلاق الأحكام على الناس أنت مش مطالب على فكرة أن أنت تحكم على حد ما حدش طلب منك ده وعلى فكرة اللي طلبت منك ده نفسك الأمارة بالسوق وده وتمش صحيح أنت اللي توهمت ده ما حدش طلب منك ده فلزيك أول حاجة تتوقف عن إطلاق الأحكام على الناس وعلى فكرة إطلاق الأحكام على الناس ده نوع من أنواع الغيبة والنميمة في بعض الأحيين والأزى في بعض الأحيين والظلم في بعض الأحيين وسوء الظن في بعض الأحيين وكلها ظلمات يوم القيامة فتوقف مش مطارب اللي انت تعمل ده ولا ده يقعد عليك بنفع تاني حاجة لا تشارك في ماذا لا تشارك في نوع من أنواع إشاعة السوء في الناس ازاي تشيع السوء في الناس تشيع الكراهية تشيع الأزى تشيع الضرر بانك انت تنشر إشاعات انت ليس عندك فيها لا دليل ولا تأكيد فتنشر كل ده فتشيع في الناس المساوئ الأخلاق وتشيع في الناس كمان نوع من أنواع الإحساس بتوطين مساوئ الأخلاق وتوطين الظلم وتوطين الوجع وتوطين الحقد والانتقام تالت حاجة انت ممكن تعملها لو تعديتها لحد وكان ليه مظلمة عندك رد حق الحق لأهله ورد مظلمة الناس لأن رد المظالم هو جزء من التوبة ليه؟ عشان تقدر تعيش مرتاح ومعالكش هذا الثقل ومتعيش في الظلمة لأن رد المظالم لأهلها يمحو ما كان عليك من الإس لأن التوبة تجبه ما قبلها عندما تكون توبة نصوح كاملة الحاجة اللي بعد كده والإجابة الرابعة حاول بقدر يمكن أن أنت تساعد الشخص اللي أنت أزيته أنه ويقدر يعوض اللي فاته وكمان نختم ده بإنت تدعي اللي أنت ظلمته وتعديت عليه ووجعته وكسرت بخطره والناس اللي خلناهم كمان أنهم بتتملي بالدموع أو قلوبهم اتملت بالوجع نحاول بقدر الإمكان أننا ندعي لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يتولاهم وتدعي ربنا أنه يتولى عنك سدادة ديون الناس ويجعلنا أقوياء بالقدر الكافي اللي نقدر نطلب رضاك بأن تجبر خواطر من كسرنا خواطرهم يا أرحم الراحمين يا مولانا نسألك أن ترحمنا من مساوي أنفسنا وأن تجعلنا في عبادك الصالحين المخلصين الذين جعلت عرضة لرحمتك وتجعلهم يا ربنا قد أنزلت عليهم رحماتك من السماء فجعلتهم من الآمنين المؤمنين لعبادك أجمعين يا رب العالمين يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج اللي تعسره هو جسر بيننا بيكون ممتد عشان نقدر كمان نتواصل مع بعض ونتلقى أسئلتكم المباركة ودايما تأخذنا إلى ساحة مولانا ونقف في مجالس العلم على الدوام إن شاء الله وصلنا سؤال على صفحتنا صفحة بالنمج ولا تعسره بيقول أنا بعت تلاجة بالإست بخمس تلاف وأخذت منها مقدم ألف وبعد شهرين صحبتها رجعتها قال المقدم من حق اللي بايع أم الزبون هي بتقول إنها خادت ألف جنيه مقدم منين مقدم يعني إيه مقدم السعر يعني جزء من مقدمة السعر فهي دلوقتي بعد شهر بعد شهرين صحبتها رجعتها يعني صحبة الشقة صحبة التلاجة رجعت التلاجة بعد بعد ما بعتها يا قلت صحبتها بس عشان ما نطلق باطش صحبتها دلوقتي المشترية المشترية فيبقى المشترية عملت ايه رجعت السلعة رجعت الايه التلاجة بعد ايه بعد شهرين فهي بتسأل هو المقدم ده من حق مين المقدم ده من حق من دفع هذا المقدم لانه في الحقيقة ده كان جزء من الثمن اما وان احنا حصل ما يسمى ايه ما يسمى في الفقه ان حصل ان حد عمل ايه رد السلعة هو ممكن يردها بالعيب وممكن يسمى بالايه بالايقالة واحد اداله السلعة فقال له خلاص انا عايز ارجع السلعة فقبل فقاله قال له خلاص عد سلعتي وخد يا سيدي فلوسك طيب فالشخص يقول له ايه طيب بس انا خسرت انا ما خسرتش لكن في الاخر خلاص الفلوس اللي اتدفعت كمقدم لثمن ده ده كان مقابل السلعة وانت ردت السلعة يبقى المقدم ده من حق مين؟ من حق من كان يسمى مشتريا هو ليسه ما اشتراش لانه ما دفعش كامل الثمن بس هو كان مشتريا اللي هو دفع الثمن اللي هو هنا هنا في السؤال ده يتمنسمي الزبون فالالف جنيه دي هتبقى من حق الزبون طيب يا سيدي السؤال انت مسألتوش بس ممكن يحسن طب انا وقع علي ضرر الضرر ده فعلي ولا ضرر متخيل قال له لا ده فعلي ايه الضرر الفعلي ان التلاجة دي انا بنت عليها مشروع ورد التلاجة دي هيبقى فيه مشكلة عندي في المشروع طب المشكلة دي قد راها قد ايه قد راها السين من المال فده يكون لرفع الضرر الواقع على الشخص نعم يبقى هو اذا اذا رد السلعة وانا قبلت رد السلعة هيبقى الفلوس دي من حق مين من حق الزبون مش من حق البائع يبقى من حق الزبون مش من حق البائع على حد تعبير حضرتك السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم انا امي في كرب شديد ابويا بيشكي فيها وبيعملها وحش وبيرائبها وما بقاش يخرج من البيت خالص لدرجة انه بيدخل وراها الحمام وهي ست مريضة بالغضروف وشبه قاعدة مش بتقوم من السرير والله العظيم هي مظلومة وعندها سبع وخمسين سنة نفسي اسعدها واجد لها حلا امي مش بتبطل هياتها هتموت من كتر الظلم هي مش هتموت من كتر الظلم في الحقيقة هي هتموت يعني بعد الشر هو اللي حاصل بيها عليها ده ضغطي شديد جدا جدا لان والد حضرتك محتاج يروح لطبيب نفسي لان اللي حاصل ده ده شك مرضي معروف بهذه الطريقة وده شك مرضي محتاج لطبيب ولده دخل طبيب وهو في الحالة دي هيروح للطبيب ويحصل على ويكتب له وصفة طبية تخفف وتعالج الخلل الذي حدث في إنزمات المخ وفي كمية المخ عشان تعالج هذه الاضطرابات التي حدثت له وخاصة لو كنت بتسألي عن حد تحول حاله طب لا ده هو طول عمره كده يبقى ده يجعل الحالة تتفاقم كل ما تمر الحياة لان حد يدخل وراء حد في الحمام وحد بيتعامل مع حد مريض فيتعامل معه بهذه الطريقة وفيرقبه وانت طبعا قلت الكلام ده بطريقة خفيفة لكن واضح إن المسألة أعمق من كده يبقى الحالة وإيه بقى إن إحنا نضغط في اتجاه إنه يذهب إلى الطبيب النفسي ليه؟ لإن دي حالة وسواس قد يكون وسواس ده وسواس قهر وقد يكون وسواس دي والحالة اللي هو فيها دي نابعة من مرض آخر يبقى إحنا محتاجين إن الدكتور يشوفه لإن الدكتور لو ما شفوهش المسألة هتفضأ تتفاقم 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 وبالمناسبة بعض الأمراض زي الاكتئاب وزي الوسواس وزي بعض الأشياء دي فيها عدوة زي ما في الأمراض الفسيولوجية الجسدية الظاهرة فالأمراض الباطنة بتعدي كمان الأشخاص القريبين من هذه الدائرة فعشان كده إحنا محتاجين نهتم شوية بهذه المسألة وعلى طول لازم نروح للطبيب عشان نقدر ناخد أدوية تساعدنا في التخلص من هذه السلوكيات السيئة نعم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أعرف على حلال تربية القط القط بعيدة أنهم مع بعض الفطام نعم لازم نعرف أن تربية القط وطربية الحيوانات الأليفة كلها هي تربية مساب عليها التربية دي يساب الإنسان عليها يعني إيه؟ يعني الواحد لما يربي القطط وخاصة القطط لأن القطط وردت في الحديث أنها من الطوافين علينا والطوافات يعني إيه اللي حاصل؟ يعني من الحاجات المألوفة الأليفة الموجودة في البيت فتربيتها بعيدة عن أولادها دا ليس من نوع من أنواع تعزيم الأولاد دا نوع من أنواع ماذا؟ رهاية الأم لأن في كتاب من الناس ما بيستطيعوش أن هم يرب الأم وأولادها أولادها أولادها اللي أم القطط الصغار فهي لو ربت القطة وحدها دا جائز ويدخل هذا في الثواب طب لو هي تعمدت أن هي تبعيد عن القطط عشان يموتوا لا دا هي أرادت بس أن هي ترعاها لأن دا إمكانياتها تبعوا باقي القطط ترسلها أو تدعى في مكان يحافظ على حياتهم وعشان كده فتربيت القطط بعيدا عن أولادها الصغار دا جائز شرعا وليس حراما مدام هؤلاء الصغار يمكن أن نحافظ على حياتهم بصورة أخرى يا سادة أسئلتكم مباركة معنا وبتخلينا دايما في وصل وكمان في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونكمل هذه الأسئلة المباركة لندخل بها على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ولكن بعد الفاصل رجعنا الأسئلتكم مباركة عشان نستمر نستمر في مجلس النور مجلس البركة المجلس اللي احنا منخصصه عشان نتلقى أسئلتكم ونجيب عليها ونسعد بالتواصل معكم على الدوام والسؤال اللي بعد كده اللي وصلنا على صفحتنا صفحة بن نبي جولات وعسره بيقول أنا تعبانة مع زوجي من ساعة ما تجوزنا وكان والدي يقول لي ما عندناش بنت بتتطلق وأنا دلوقتي مر 25 سنة على زوجنا وولادي تعبانين من كتر المشاكل وأنا دلوقتي مش قادرة أكمل حياتي مش قادرة أكمل حياتي معها ما عندوش حاجة في الدنيا سهلة كل حاجة صعبة أنا مشكلتي أني ما عنديش مكان أقيم فيه أنا ولادي هو عنده شقة تمليك أنا عندي أربع أولاد السوجة بتقول إيه ويبدو أن 25 سنة يعني بعض أولادها خلاص احتمال كبير ما يكونوش في الفترة اللي بيبقوا فيها مستحقين للحضانة وأنهم ما يبقى عندهم شقة يسكنوا فيها فهي تسكن معاهم لأن هي المتولية حضانتهم يعني لو الأولاد خلاص تعدوا السن القانونية فخلاص مش هتقدر تطالب شقة عشان أولادها طب نعمل إيه هي دلوقتي بتقول إن هي مش قادرة تتحمل البقاء مع جزء ولا قادرة تتحمل تصرفاته وإن هو شخص ضاغط أنا بسميه الزوج الضاغط الزوج الضاغط اللي هو هي الزوج اللي قاعد يتعب في زوجته ويقلمها ويتبعها ويقفلها على الوحدة ولغاية ما ترهق طيب يا سيدي الزوج المتعب ده الزوج المرهق ده وإحنا عندنا 25 سنة جواز 25 سنة جواز أنا متخيل إن 25 سنة جواز ما مارسناش ما طلبناش فيها مشهورة ولا طلبنا فيها رشاد زواجي خالص وده معنى إيه؟ معنى إن الوضع الطبيعي إن قبل ما ناخد قرار يترتب عليه إن أنت تبقى في خطر إن أنت ما تجديش مكان تسكني فيه يبقى إحنا محتاجين نعمل إيه؟ نعيد محاولاتنا لإصلاح ذات البين طبعاً بتبقى فيه مشكلة مع حضرتك مثلاً أنا بتكلم مع حضرتك بتبقى فيه مشكلة مع حضرتك إيه المشكلة مع حضرتك؟ إن أنت دلوقتي بتطلب مني حاجة أنا حاسة إن أنا مش قادرة عليها مش هقدر عليها فأنت دلوقتي بتكلفني ملأ طيق فده صعب عليها جداً 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 أنا مش بكلفك ملأ طيقين أنا بكلفك إن أنت تروحي لمستشار تروحي تجنى على مركز الإرشاد الزواجي أنت وزوج حضرتك ونقض نتكلم في ما أنت فيه عسى أنا نجد مخرجاً اللي أنت بتحكيه ده آه ممكن يكون عندك وعنده ملووش حل لكن ممكن يكون عندي أهل العلم والتخصص في حلول كتيرة جداً جداً ودائماً بقول إن محدش يقول إن دي ملعاش أي حل لكن يقول إن هي ملعاش حل عندي في وجهة نظري لإنه ممكن يكون ليها ميت حل عند حد تاني طيب يبقى إيه اللي حاصل؟ فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون يبقى نصحت لحضرتك إن حضرتك تتفضلي تحاولي أن تحصلي على مشورة وإرشاد زواجي في الحالة بتاعت حضرتك دي بس لازم تعرفي إن ده مش هيتم غير بإيه موجود الطرفين يبقى حضرتك ببساطة هتتفضلي مشكورة تجيب يزوك حضرتك وتجنى على در الإفتار المصرية ونتكلم هناك ليه طيب؟ لأن أنا مش أحكم على الكلام اللي قدامي ده لأن في الحقيقة كل الكلام ده محتمل إن القياس بتاعه يقوم ما يكون كبير أو صغير كتر المشاكل المشاكل ممكن تكون كبيرة أو صغيرة ممكن إحنا نكون في وضع فيه تحسن بس إحنا مش شايفين ده لأن قلوبنا موجوعة من زمان يبقى إحنا لازم نقدر ده ونشوفها كحالة محتاجة دراسة بعناية وتأني وخاصة إحنا عندنا أربع أولاد فالمسألة مش محتاجة تسرع لحتى لا ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعود فلازم نراجع ده ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نخرج من هذه المشكلة السؤال اللي بعد كده بيقول أنا متجوزة من أربع سنين نفسي ربنا يصلح حال زوجي من ناحية أهلي زعلان معاهم ومش بيروح عندهم مع العلم إنه هو بيخليني أروح عندهم مش بيعرف الواجب من ناحيتهم وأنا بحس إنه مقصر تقصير جامد ماذا أفعل معهم هنا بقى إحنا جايين في شيء مهم جدا وهي هل الشخص الذي يتعامل بشكل من أشكال الجفاء مع أهل زوجته يكون بذلك مفسدا للحياة الزوجية الجواب نعم هل الإساءة لأهل الزوجة أو الإساءة لأهل الزوج في شيء مني عنه آه لإن ده جزء من جزء من المخالفة لقول تعالى وعشرهن بالمعروف يعني يجعل عشرتك لها عشرة بالمعروف والمعروف ده يجعل القضية ممتدة ولذلك أنا عندي عبارة كده بحبها بقول إن أقرب طريق لقلب جوزك أهله وأقرب طريق لقلب زوجتك أهلها فالإحسن إلى الأهل في الحقيقة ما بيقعش في قلب الأهل لكن قبل ما بيقع في قلب الأهل بيقع في قلب شريك الحياة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ده في حديث كثير من الناس ما لتفتوش إليه في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه من أحب الناس إليك قال عائشة قال ليس عن هذا نسألك يا رسول ولكن نسألك عن الرجال قال أبوها يعني سيدنا هين سيدنا أبو بكر كان أمامه أنه يقول صديقي أبو بكر وده هو صحيح وممكن يقول صديق أبو بكر أو أبو بكر الصديق وقدامه أنه يقول أبو بكر لكن هو أختار من كل الاحتمالات أو كل التعبيرات اللي عبر بها أن ينسب سيدنا أبو بكر إلى السيدة عائشة فيقول أبوها طب ليه عشان يشاور على المعنى والتأكيد اللي احنا بنقوله أن الرسول الله يقول أني أحب عائشة وقال كده في أول الحديث ثم لما سألوه عن الرجال قال أني أحب عائشة ليه طيب لأنه كان يوضح ويترك لنا إشارة ننتفع بها الآن أن إذا أردنا إصلاح ذات البين وأردنا الراحة للزوجين لابد أن كل واحد فيهم يعمل إيه يراعي أهل الآخر مع ملاحظة إيه أني مراعاة أهل شريك الحياة لا تقتضي السماح لو بالتدخل في حياتنا الأسرية ليس هذا ضروريا ليه 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 مش ضروري لأن أنا بحسن إيديهم وحطت معايير لإدارة بيتي وحدود لإدارة بيتي ولذلك في مشهد عجيب يعني أن سيدنا أهو بكر ما كانش هو صديق رسول الله كان لا يعرف تفاصيل البيت فيطلب لما يطلب سيدنا أهو بكر عشان يبقى حكم تعرض عليه المسألة اللي أنه ما يعرفهاش يبقى إذن الإحسان إلى أهل شريك الحياة لا تقتضي إدخاله في مشكلات وأسرار البيوت يا سادة لازم نخلي بالنا من حياتنا الزوجية إن حياتنا الزوجية دي نعمة نفسدها بعدم الحكمة ونفسدها بالتصرفات التي أقل ما يقول فيها أنه تصرف أخرق يخرق سفينة البيت وإحنا عرضنا إن التصرف الأخرق هو تصرف مغرق حتى لو كان بمقدار ما يتسع له المخيط أصغر قبر ينشأ من أصغر خرق خلوا بالكم من بيوتكم لأن البيوت دي هي الكاس اللي رب نشرب فيه شهد نعمة نظر ربنا إلينا ويكفي إن ربنا قال لنا إن هو سيصب لنا من جماله ما قال فيه وجعل بينكم مودة ورحمة يا رب جعلنا دايما نحافظ على بيوتنا ونشرب من شهد نظرك إلى هذه البيوت التي عمرتها بأن جعلتها محل نظر مودتك ورحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا لبيوتنا حافظين برحمتك ومددك يا رب العالمين